الحارس غير اكو خيارات للحراس اليوم الخيارات الدصير للحراس وفق آلية برأيك لا احنا شوف هي العطاء بالدوري هو المقياس والمعيار اعتقد اهم المعايير هسان مدى قناعة المدربة هي قناعات خاصة لكن المعيار الحقيقة هو الاداء اللي ممكن يقدم الحارس بالدوري لانه كل يعرف انه الان اصبحت تجمعات مو مثل قبل تمتد المعسكرات لمدة اشهر الان اصبحت 72 ساعة الان احنا متجاوزين على القوانين واللواح ومبقوا فينا الدوري ومنطين مهلل انه المنتخب بمصلحة عليا انه وقفنا الدوري مسألة انه الاختيار اكيد اختيار بالتشاور مع الكادر التدريبي مع المدرب حراس المرموة لكن كابتنا علي اكيد ان حراس المميزين وكان الى صولات وجولات مع المنتخبات الوطنية والاولمبي واكيد لا زال في مقتبل عمر والفرصة امامه كابتنا علي قدم استوراقي واعتقد انه عدم دعوته ما راح ينزل من عزيمته وقادر على انه يعود للمنتخب واكيد ان شاء الله يكون لحظوظ كبيرة بحراس المنتخب طبعا علاوي مثلت المنتخب الاولمبي ودائما اسمع انه علاوي راح يكون بالمنتخب علاوي تحس هذا الموضوع انه يحز بداخلك من انتو اليوم اليوم المنتخب مثل ماكو علي قدم لو نفس ما تحدث كابتن نعيب خلاص اكو بعد يعني اكو مجال انه انا اشارك اتواجد بعدني يعني مواليدي بعدها صغيرة بعدني شاب كيف تفسر هذا؟ اكيد طبعا انا الحمد لله والشكر انا بممكن يعني فترة من الفترات الموسم اللي معنا في الوسط انا كنت مع المنتخبي الاولمبي كابتن فريق ومع كاتنش استدعيت للمنتخب الوطني واني موجود مع كاتنش لسنتين مع التواليان بالقائمة صح والحمد لله رحت لعبتين تصفيت كيس العالم رحت المباراة في تونس حتى مستواك في تصاعد يعني ما اشاهد الحمد لله يعني انا اشوف يعني موضوع انه انا سؤال اتعرض لي يومي انه ليش ما تتواجد يمتنشوف اكيد هذا الشي انا كفكريا هذا مو سؤالي سؤال الجمهور اكيد لا من بالنادي مستوى جيد يقدم يعني فالناس تسأل مثل المنتخب الاولمبي خير تمثيل وين اليش ما نكون الحمد لله يعني كفكريا وذهنيا دارك هذا الشي واكيد انا حاليا هسا عمر ابو عشرين سنة سبعة تسعين خمس وعشرين سنة المنتخب الوطني ممكن انت بثلاثين سنة ممكن يتمثله ابدا انا موضوع اليائس هذا جانب عدي ممكن انت شوف بالدورينا ولاعبينا شوف لاعب لحظة هو نجم ولحظة هو يختفي موضوع المنتخب الوطني يعني بالنسبة لي يعني مجرد وقت ان شاء الله اشتركوا في القناة